الكلمة دي لرئيس الجمهورية في جلسة اسأل الرئيس دي جلسة بتعقد في مؤتمر الشباب بشكل مستمر عبارة عن صفحة أو موقع لمؤتمر الشباب أي حد عاوز اسأل سؤال لرئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي قال كم جملة تستحق أنك تتوقف أمام أنا بقى كرياضي وأهلاو والكلام ده بصراحة ما فيش كورة بدون جمهور بس هو بيقولك أنا ما قدرش أخد قرار ده أقولك خلاص عودة الجماهير لازم الأجهزة الأمنية تقولي أن الأمور مستقرة الكلام ده ما فيهوش نقاش وأن أنت عليك طبعا تتمنى الأجهزة الأمنية وأن الأندية بترجع الجماهير ده ده جزء من موارد أي نادي وأنا قلت لك ما فيش كورة بدون جمهور رئيس الجمهورية هو بيكلم على السياحة كان نفسي أقول له رئيس إيه أخبار التفاوض مع الجانب الروسي الروسيين اللي مطلعين عنا وكل يوم والتاني قال يقولك أبعث لك فريق أمني فيه فريق أمني جاي بكرة من خمس أشخاص هو مش كفاكم كل يوم والتاني مرأب على المطارات المصرية وكلام ده عايز أقولك خبر مش خبر استنتاج رأيي السياحة روسية مش جايلك دلوقتي خلص دكرت بيلعبك بيه بوتين بس أو روسيا بتلعبك بيه بدليل فيه إرهاب وقع على روسيا اختيال السفير الروسي في أنقرة وبوتين ما قلش السياحة ما ترجعي كان فيه انقلاب ضد أردوغان والسياحة استمرت كل ده أنا عايز يعني كنت أتمنى من السيد رئيس الجمهورية يقول لنا ماذا عن التفاوض مع الجانب الروسي فيما تعلق بالسياحة آه أنا بشهد فيما تعلق بالجانب الأمن كمواطن أنا آمن على نفسي بصراحة أنا وأسرتي ومراتي وولادي والواحد بيقعد على ايها والحد الساعة واحدة اثنين بعد ما يخلص شغل ورجع بيته لا الدنيا مستقر مقارنة بست سنين فاته لا الحق يقار يعني أنا هقول لك اللي ليه واللي علي فيه إجابات السيد الرئيس فالأمن لا انت حققت فيه إنجاز رائع وأكثر من رائع وانت بتكلمنا رئيس على إن الشعب يخلي باله لو شاف حاجة غريبة لو شاف مواطن أحس بأي قلق يبلغ الأجهزة الأمنية ده مفروض أنا مش بحتاج دعوة من رئيس الجمهورية أنا مفروض ده يكون سلوك الدائم كمواطن كل دول العالم بتعمل كده ما ينفعش يبقى عندنا 100 مليون فرد أمن اللي هو فرد أمن على كل مواطن مش هيحصل بس هي الفكرة إن احنا نبقى حذرين شوي متفق معاك أهم حاجة قالها الرئيس فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي بيقولك هو في الآخر مش هيقعد 15 سنين لا بس كان لازم ناخد الخطوة ده ده أول تصريح لرئيس الجمهورية في الإصلاح الاقتصادي تحديد زمني مش تحديد زمني هو طبعا كان طمعان قبل كده قالك وسبور عليه سنتين طب 6 شهور الأمور طبعا متغيرة على أرض الواقع بس بيقولك على الآل ابنك أو حفيدك هيحصل النتيجة يعني هو ضمن لك مستقبل جيد للحفيد مستقبل جيد للإبن نتمنى أنه هو يصيب الأب يعني فيما يتعلق بالاحتياط النقد